التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وذلك على هامش نعقادي قمة مجموعة العشرين بالهند وصرح متحدث الرئاسة بأن اللقاء شهد تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجهها على ضفتي المتوسط وحرص كل طرف على تعزيز العلاقات وأطر التعاون على مختلف الأصعادة كما تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي سياسيا واقتصاديا وتنمويا لا سيما في إطار وثيقة الأولويات الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية للسنوات القادمة حتى عام 2007 مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنصيق المشترك في ضوء المصالح والتحديات المشتركة كما تطرق اللقاء إلى ملف التنصيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهمة في المحافل الدولية خاصة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها على مستوى العالم بالإضافة لتطورات الأوضاع في إفريقيا وثمنا رئيس المجلس الأوروبي جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة واستضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين ودورها المحوري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية